رويترز وهي عاملة تقرير مطول تقرير ايه؟ مطول عن الاقتصاد في مصر رويترز الدولار يستعد لخسارة 6 جنيهات من قيمته في البنوك بس ده هيكون على مدار امتى؟ من حتى نهاية شهر يونيو 23 يعني الرقم اللي قدامكو ده هيكون حتى نهاية يونيو 23 ده على عهدة وكالة رويترز يعني لو اخوان او الميليشيات او الناس اللي مش عاجبها الوضع الاقتصادي في مصر او اللي مش عايزين يروا انه في بادرة امل للشعب المصري والوضع الاقتصادي في مصر لو عايزين يعملوا ازمة يتكلموا مع الرويترز رويترز اللي قالت ده الحكومة قالت ولا المحافظ بنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا وزير المالية ولا المجموعة الاقتصادية اللي قالت كده وكالة رويترز وكالة الانجليزية اللي قالت ده على مسؤوليتها الشخصية بقول لكم عاملة تقرير مطول عن الاقتصاد في مصر وعملت استطلاع رأيي سألت فيه خبراء واقتصاديين ومسؤولين وعملت تقرير ده وهي التي تحدثت عن الامل واللي اتكلمتها على بوادر الامل الاقتصاد المصري مش مصري خالص والمؤسسات الدولية هي اللي بتتكلم على الوضع الاقتصادي في مصر مش احنا وده اللي بيدينا نظرة ايجابية فيه ناس بيزعلوا قوي لما تتكلم على امر ايجاب المصر الله وانت ليه تسود عشة الناس هو اللي بيقوا فيه حاجة ايجابية ليه ما تكلمش عنها هو اللي بيقوا بيتكلموا رويترز بتتكلم عن مصر وعن وضع اقتصادي ايجابي ومسؤولات اخرى ايجابية بتتكلم على استقرار وترى هناك نظرة ايجابية ساندرد انت بورز كمان بتتكلم على نظرة ايجابية مستقرة لاقتصاد المصري دي كمان مؤسسة المؤسسات دي ما بتجميلش هذه مؤسسات لا تجامل حكومة المصرية ولا تجامل الدولة المصرية لو وضع سلبي هتقول لو وضع مستقرة هتقول لو وضع سلبي سلبي هتقول دول دس ما بيهزروش في الاقتصاد لدي عندهم مصدقية وعندهم مؤشرات بتاعتهم مش بتاعتنا احنا لم يجوا وتكلموا النهاردة قد التصنيف وقد الوكالة ساندر انت بورز بتتكلم تثبت تصنيف مصر الاتماني وتتوقع مؤشرات ايجابية لاقتصاد المصري مش احنا مش احنا اللي بنقول المركز الاعلامي لمجلس الوزراء للوكالة عملت تقرير وعملت هذا التصنيف اول امبارح يوم الاربع ويتكلموا بشكل واضح على التثبيت وعلى الوضع الخاص بالدولة المصرية وعلى اقتصاد في مصر ده مش بتاعنا احنا على الاطلاق بالمناسبة خالص ولا حد بيتكلم ولا حد يقدر مؤسسات دولية اللي بتقول كده رغم الازمات هم اللي عامنين ده طيب هل ده يستحق حضرتك تشوفه بطريقة ايجابية نعم تراه بطريقة ايجابية لانه ده اللي بيتكلموا عنه المؤسسات الدولية وليست المؤسسات المصرية تاني بقول مؤسسات المصرية نعم ترجمة نانسي قنقر